تواصل القصف الروسي على خركاذ والبرلمان الأوكراني يمدد الأحكام العرفية وحالة التعبئة العامة قلق عالمي إذا ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة الرئيس الأمريكي جو بايدن يصل اليابان للمشاركة في اجتماع التحالف العرب الرباعية كواد ثلاثة عصرا في القاهرة الوحيدة بتوقيت جرينيتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بحضراتكم موسيقى موسيقى تدخل الأزمة الروسية الأوكرانية شهرها الرابع مع تصميم البلدين على الحسم العسكرية بدلا من الحلول الدبلوماسية وتتسع مع الوقت تدعيات هذا الصراع لتخرج عن حدود البلدين وتؤثر في معظم دول العالم المزيد في سياق نشرتنا موسيقى 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 أصيب أحد عشر أوكرانيا جراء قصف روسي على منطقة خاركاذ وذلك خلال ساعات الأربع والعشرين الماضية وأوضح رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خاركيف أوليس سين هوبوف أن القصف الروسي تواصل على المدينة في وقت تشير فيه التقارير الاستغباراتية إلى استعداد الروس لتطوير الهجوم ولتوسعة مجال العمليات في عدد من الدول المدن الأوكرانية خاصة في شرق البلاد تراوح الأزمة الأوكرانية مكانها مع تمسك الطرفين بالحسم العسكرية وسط إشارات خجولة عن القبول بالحلول الدبلوماسية الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينيسكي حذر من أن المرحلة الحالية من العمليات العسكرية ستكون دموية لكن في النهاية سيتعين حلها عبر الدبلوماسية تصريحات زيلينيسكي حول الدبلوماسية تأتي في وقت تتعالى نداءته ليلة نهار طلباً للمساعدات العسكرية الغربية وإلى الغرب تصر موسكو على تطوير عملياتها العسكرية وعند الحديث الدبلوماسي تلقي اللوم على كييف بعرقلة المفاوضات ميدانياً وصلت روسيا قصف شرق أوكرانيا مؤكدة أنها دمرت باستخدام صواريخ كاليبر أطلقت من البحر شحنة كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية التي أرسلتها الولايات المتحدة ودول أوروبية إلى أوكرانيا كذلك يواصل الجيش الروسي ضرباته الصاروخية والجوية في جميع الأراضي الأوكرانية والتي طالت بنا تحتية حيوية وفق ما أعلنته هيئة الأركان العامة الأوكرانية كذلك أشار الجيش الأوكرانية إلى استمراره في صد الهجوم الروسي على دونباس وصفاً الوضع بأنه في منتهى الصعوبة ومع تواصل العمليات العسكرية وقع رئيس الأمريكي جو بايدن خلال جولته الأسيوية قانوناً أنجزه الكونغرس ينص على تخصيص مبلغ ضخم قدره بـ 40 مليار دولار لأوكرانيا يتيح لها خصوصاً الحصول على مدرعات وتعزيز دفاعها الجوية تعتزم أوكرانيا مناشدة منظمة الأمم المتحدة للثقافة والتربية والعلوم اليونيسكو لحرمان روسيا من وضع الدولة العضو ذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية أنه تم تقديم مشروع القرار إلى البرلمان الأوكراني لبحثه قبل المضي في الطلب رسمياً هذا وترى كييف أن العمليات العسكرية الروسية تهدف إلى تدمير التراث التاريخي والثقافي لأوكرانيا أكد الرئيس البولندي أن شعب الأوكراني فقط هو الذي يملك حق تقرير مستقبل بلاده وأضاف الرئيس البولندي خلال كلمة أمام البرلمان الأوكراني أنه ينبغي عدم الاستجابة للأصوات الداعية للردوخ لمطالب الرئيس الرزي في العدمير بوتين هذا ويعد دودا أول زعيم أجنبي يلقي خطاباً بنفسه أمام البرلمان الأوكراني منذ بدء العمليات العسكرية في فبراير الماضي وخلال جلسة اليوم قرر البرلمان تمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة في البلاد أعلنت وكالة وحرس الحدود البولندية استقبال ثلاثة ملايين وخمسمائة واثنين وثلاثين ألف اللاجئ فروا من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في الرابع والعشرين من فبراير الماضي يذكر أن بولندا قد مررت في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية أخرى أعلنت لادفيا وقف شراء الكهرباء من روسيا اعتبارا من اليوم مع تصاعد التوتر بين روسيا ودول الاتحاد الأوروبي بسبب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا وانخفضت مبيعة الكهرباء من روسيا إلى داتفيا وليتوانيا من 1300 ميجاوات إلى 300 ميجاوات كانت موسكو قد ألزمت عددا من الدول الأوروبية بضرورة الدفع بالروبل مقابل مشترياتها من النفط والطاقة هو الأمر الذي رفضته معظم الدول ارتفعت أسعار المستهلك إلى مستويات قياسية في كندا والنمسا حيث يواصل التضخم الضغط على الاقتصاد العالمية وصعدت أسعار المستهلك الكندي في إبريل إلى أعلى مستوى له وذلك منذ عام 1991 كما زادت أسعار المستهلكين في النمسا إلى أعلى مستوى منذ عام 1981 يبدو أن رصاصات الحرب في أوكرانيا قد انطلقت بقوة كبيرة لدرجة أنها استطاعت أن تصيب عدة دول خارج إطار ميدان المعركة خاصة في الجانب الاقتصادي الذي تدعى بقوة عالميا الدول الفقيرة والناشئة وحدها لم تكن هي المتأثر الأول بتدعيات العملية العسكرية لكن دولا أخرى أكثر تقدما شهدت مستويات قياسية من التضخم الذي يلقي بثقله على الاقتصاد العالمي وفقا للإحصاءات الرسمية الصادرة من كندا ارتفعت أسعار المستهلك في أبريل بنسبة 6.8% على أساس سنوي في أعلى مستوى منذ يناير من عام 1991 وهو ما يرجعه محللون إلى ارتفاع كبير بأسعار الطاقة والغذاء وفي النمسا قال مكتب الإحصاء الفيدرالية أن أسعار المستهلكين في البلاد ارتفعت بنسبة 7.2% على أساس سنوي في أبريل لتصل إلى أعلى مستوى منذ عام 1981 وتظهر الإحصاءات أن أسعار الوقود ارتفعت بنسبة 49.1% في أبريل وبسبب ارتفاع أسعار الوقود ارتفعت نفقات النقل وذلك بنسبة تبلغ 15.9% في مارس و17.7% في أبريل هي إذن حالة من الضبابية يعيشها العالم في ظل ظروف اقتصادية هي الأسوأ منذ سنوات طويلة فبعد أن حاول العالم التكاتف والخروج من أزمة انتشار فيروس كورونا جاءت تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لتدمر ما تبقى من محاولات إنعاش الاقتصاد العالمي قال وزير المالية الألمانية كريستيان ليندنر إن قرار الاتحاد الأوروبي بتعليق قوانين العجز والديون لسنة إضافية ليس عذرا للدول الأعضاء للاستمرار في سياسات الإنفاق الفضفاض داعيا إلى مزيد من الانضباط المالية وأشار وزير المالية الألمانية إلى قرار تعليق ميثاق الاستقرار والنمو بالاتحاد الأوروبي الذي ينص على عدم جواز استدانة الدول بما يزيد عن 60% من ناتجها المحلي الإجمالي وضرورة أن لا يتجاوز عجز الميزانية 3% في وقت مبكر من تفشي جائحة كورونا وما سببته من احتمالات لانهيار الناتج الاقتصادي في أوروبا قالت وكالة بلومبرج إيكونوميكس إن فرض الإغلاق العام في الصين بسبب كورونا قد يبطئ من نموها الاقتصادي وذلك في عام 2022 ما يسمح بتجاوز النمو الاقتصادي الأمريكي لنظيره الصيني لأول مرة منذ عام 1976 أكدت وكالة بلومبرج إن الناتج المحلي الإجمالي في الصين قد ينمو بنسبة 2% فقط هذا العام في حين أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة سيرتفع بنسبة 2.8% العام الحالي قررت الحكومة الهندية خفضت ضرائب على البنزين والسولار لمحاربة التضخم والسيطرة على أسعار المواد الأساسية وقالت وزيرة المالية نيرمالا سيدا رامان إنه تم خفض ضريبة استهلاك البنزين 8 روبيات للتر والسولار 6 روبيات للتر وأفدت بأنه من المتوقع أن تتكبد إيرادات الحكومة السنوية نحو تريليون روبية هندية وأحثت حكومات الولايات على إجراء تخفيضات مماثلة تتماشى مع خطة الحكومة الاتحادية أكد وزير الخارجية المجاري بيتر سيارتو أن اقتصاد بلاده سيدمر وذلك في حال وقف توريدات الغاز من روسيا على خلفية مساعي الاتحاد الأوروبي لتخلي عنها تدريجيا أضف بيتر سيارتو أن الحجم الإجمالي من الاستثمارات لمثل هذه المهمة قد يبلغ نحو مليار يورو خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته بالنسبة لنمو الاقتصادي العالمي في 2022 كما توقع الصندوق ارتفاع الأسعار خصوصا للاقتصادات الناشئة والنامية هذا وقالت الهيئة المالية الدولية إن نسبة النمو ستبلغ 3.6% هذا العام بانخفاض يصل إلى 0.8 نقطة مئوية للمزيد في سياق التقرير التالي نتابع يتزايد القلق العالمي من مخاطر ركود التضخمية الذي يعرف بأنه حالة الاقتصاد الذي ترتفع فيه الأسعار بوتيرة سريعة في ظل انكماش حركة النشاط الاقتصادي وتراجع انتاج السلع والخدمات صندوق النقد الدولي رفع توقعاته للتضخم لمستوى 5.7% لعام 2022 في الاقتصادات المتقدمة وبخصوص الاقتصادات الناشئة توقع أن يرتفع التضخم إلى نحو 8.7% لعام 2022 مقارنة مع 5.8% في توقعات يناير الماضي هذه التغيرات في التوقعات للصندوق مدفوعة بتطورات كبيرة حدثت خلال الفصل الأول من عام 2022 تمثلت في الحرب الروسية الأوكرانية والارتفاع المتسارع في أسعار الغذاء والطاقة وفي الولايات المتحدة ارتفع سعر الديزل مؤخرا لمستويات قياسية وبلغ سعر الجالون في المتوسط 4.4% من 10 دولار وارتفع في بعض الولايات إلى مستوى يزيد على 6 دولارات للجالون في مناطق مثل لوس أنجلوس والتي شهدت أعلى أسعار للوقود هذا وخفضت وكالة فيتش لتصنيف الاقتمانية توقعتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين في عام 2022 بسبب عمليات الإغلاق لمواجهة كورونا التي تعوق تعاشى الاقتصاد البنك الدولي خفض أيضا توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2022 مؤكدا أن العامل الأساسي لتخفيض النمو يعود للانكماش الاقتصادي المتوقع بـ 4.1% في جميع أنحاء أوروبا وأسيا الوسطى إثر تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي هذا وتوقعت وكالة مودز العالمية أن تؤدي الجهود التي تقوم بها البنوك المركزية حول العالم إلى خفض معدلات التضخم العالمية اعتبارا من العام المقبل 2023 لكنها رأت أن الأثر الأكبر لانخفاض التضخم سيظهر بشكل قوي في عام 2024 مع تعافي النمو الاقتصادي العالمي قالت توكلة الطاقة الدولية أن دخل قطاعي الغاز والنفط سيقفز إلى أربعة تريليونات دولار وذلك في عام 2022 كانت شركة أبحاث الطاقة قد توقعت ارتفاع إيرادات الحكومات من قطاع التنقيب والإنتاج إلى أعلى مستوى على الإطلاق وذلك عند 2.5 تريليون دولار هذا العام رغم التدعيات السلبية والأزمات الاقتصادية جراء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تبرز قائمة من الرابحين من تلك الأوضاع بعد ارتفاع أسعار بعض السلعة شركة أبحاث الطاقة الأمريكية ريستيد أنرجي توقعت في تقرير لها ارتفاع إيرادات قطاع إنتاج الغاز والنفط إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 2.5 تريليون دولار هذا العام محطمة الرقم القياسي المسجل في عام 2011 وتوقع التقرير أن تكون السعودية أكبر المستفيدين من إيرادات النفط والغاز في العام الجاري بما يتجاوزه 400 مليار دولار وهو ما يمثل زيادة قدرها 250 مليار دولار تقريبا عن عام 2021 كما توقع التقرير احتلال الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الثانية بنحو 250 مليار دولار بزيادة قدرها 100 مليار دولار مقارنة بعام 2021 وفي المركز الثالث يأتي العراق مع تضاعف عائدات الحكومة من قطاع الاستكشاف والإنتاج على أساس سنوي لتصل إلى 200 مليار دولار في عام 2022 هذا وتحتل النرويج المرتبة الرابعة بإيرادات متوقعة تبلغ 150 مليار دولار بسبب ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية يذكر أن أسعار النفط ترتفع بوتيرة قوية حاليا متجاوزة مستويات 100 دولار للبرميل وسط نمو الطلب القوية وانخفاض الإمدادات مع استمرار تداعيات العملية الروسية في أوكرانيا تنطلق أعمال المنتدى الاقتصادي العالمية دافوس في سويسرا تحت عنوان التاريخ يقف عند نقطة تحول السياسات الحكومية واستراتيجيات الأعمال وتستمر أعمال المنتدى حتى الخميس المقبل وذلك حضوريا بمشاركة نحو 2500 من القادة والخبراء من جميع أنحاء العالم بعد تخفيف الحكومات والإجراءات الاحترازية الخاصة بوباء كورونا تبحث منظمة الصحة العالمية خلال جمعيتها العامة في جناف سبل بناء نظام صحي عالمي فعال وأكثر عدالة وذلك في ظل التداعيات العالمية لجائحة كورونا والأزمة الأوكرانية ومن المقرر أن يطرح مشروع قرار يدين الهجمات التي تشنها موسكو على المنظومة الصحية والعواقب الخطيرة للحصار المفروض على الموانئ الأوكرانية على الإمدادات العالمية والارتفاع الكبير في أسعار الحبوب شدد وزير الصحة السويسري على الحاجة إلى تضامن دولي لمواجهة جائحة كورونا ووقف سقوط ضحايا جدد في كلمته بالجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية في جناف أكد وزير الصحة السويسري على ضرورة بقاء منظمة الصحة العالمية كمركز لإدارة ملف الصحة عالميا وقد حان الوقت لكي نحدد توقعاتنا من جانب منظمة الصحة العالمية لكي تتمكن المنظمة من التأهب والاستجاب إليها سواء من خلال التمويل وهذا التمويل لابد أن يكون مستدما وهنا أهنئكم سيداتي وسادتي أعضاء فريق العامل الذي عني بمسألة التمويل المستدام على العمل المبزول والالتزام والتوافق الذي تم تواصل إليه قالت حكومة مدينة تشنغهاي الصينية إن المدينة قد سجلت 570 إصابة محلية جديدة بفايروس كورونا وذلك بدون أعراض خلال 24 ساعة انخفاضا من 784 في اليوم السابق كما تراجع عدد الإصابات المؤكدة التي ظهرت عليها أعراض إلى 52 حالة من 84 حالة في اليوم السابق في حين سجلت المدينة ثلاث وفايات جديدة أعادت مدينة شنغهاي الصينية جزئيا تشغيل شبكة النقل العامة في مؤشر على رفع تدريجي لتدابير إغلاق فصلتها عن العالم الخارجي على مدى نحو شهرين هذا وقد فرض إغلاق كامل تقريبا في أكبر مدينة صينية منذ أبريل عندما تحولت إلى بؤرة أسوأ لتفشي فيروس كورونا منذ بداية هذا الوباء وبخلاف غيرها من الاقتصادات الرئيسية تمسكت الصين بنهج صفر إصابات كورونا والقائم على القضاء على مجموعة الإصابات فور ظهورها وهي مهمة إزدادت صعوبتها في ظل انتشار المتحور أوميكرون شديد العدوى قررت سلطنة عمان رفع جميع التدابير والإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا في جميع الأماكن ولجميع الأنشطة وتشير البيانات إلى أن عدد حالات الإصابة بالمرض في سلطنة عمان منذ بدء الجائحة يصل إلى 389.943 حالة إلى جانب 4.260 وفاة لها علاقة بكورونا أكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا أن حالات الإصابة بمرض جدر القردة وذلك في بعض الدول الأوروبية غير نمطية مشيرا إلى أنها غير مرتبطة بالسفر إلى البلدان الموبوءة قال المسؤول الأممي أنه تم اكتشاف أكثر من مائة حالة في جميع أنحاء أوروبا مؤكدا أن ثمانية دول على الأقل متأثرة به ومنها بلجيكا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة الجدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية تعمل مع البلدان المعنية لتحديد المصدر المحتمل للعدوى وكيفية انتشار الفيروس وكيفية الحد من انتقال العدوى قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن تفشي مرض جدر القردة هو أمر يجب أن يكون مصدر قلق للجميع مضيفا أن مسؤولي الصحة الأمريكيين يبحثون مسألة اللقاحات والعلاجات المحتملة يأتي ذلك وسط مخاوف دولية من تحول الفيروس لوباء عالمي سيناريوهات مخيفة يعيشها العالم وسط قلق متزايد من انتشار مرض جدر القردة في أكثر من قرع منظمة الصحة العالمية حذرت من أن الأسوأ فيما يتعلق بالمرض لم يأتي بعد وذلك وسط مخاوف دولية من تحول الفيروس لوباء عالمي وقالت المنظمة إنه تم الإبلاغ عن عشرات الحالات المؤكدة في أكثر من 12 دولة عضو لا يتوطن فيها الفيروس وأضافت أنها ستقدم مزيدا من الإرشادات والتوصيات في الأيام المقبلة للدول حول كيفية الحد من انتشار المرض كذلك قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن تفشي مرض جدر القردة هو أمر يجب أن يكون مصدر قلق للجميع مضيفا أن مسؤولي الصحة الأمريكيين يبحثون مسألة اللقاحات والعلاجات المحتملة يذكر أن جدر القردة من الأمراض المعدية التي عادة ما تكون خفيفة ومتوطنة في أجزاء من غربي ووسط أفريقيا وينتشر عن طريق الاتصال الجسدي الوثيق لذلك يمكن احتوائه بسهولة نسبيا من خلال تدابير مثل العزد الذاتية والنظافة الشخصية وجدري القردة مرض فيروسي نادر يشبه مرض الجدري الذي يصيب البشر ورغم أن أعراضه أخف كثيرا من أعراض الجدري إذ يشفى منه معظم المصابين في غضون بضعة أسابيع فإنه قد يكون مميتا في حالات نادرة ترجمة نانسي قنقر أعلنت النمسا عن تسجيل أول حالة يشتبه بإصابتها بجدر القردة في البلاد وذلك بالعاصمة فيينا وأضحت وسائل إعلام رسمية نمساوية أن الحالة المصابة هي لرجل يبلغ من العمر 35 عاما مضيفة أن المريض يعاني من أعراض معتادة للمرض بما في ذلك ارتفاع طفيف في درجة الحرارة وبثور على وجهه كما لفتت إلى أن الاختبارات هي التي ستحدد ما إذا كان الرجل يعاني بالفعل من جدري القردة حذر كبار خبراء الأمراض المعضية في المملكة المتحدة من أن جدري القردة ربما يحل محل الجدري البشري ووفقا لصحيفة دلمال البريطانية قال علماء من مؤسسات بريطانية رائدة بما في ذلك جامعة كامبريج وكلية لندن للصحة الاستوائية والطب بأن المرض الفيروسي سيتطور لملء المكان الذي تركه المرض بعد استصال الجدري يأتي هذا في الوقت الذي تأكدت فيه إصابة طفل من بين 20 حالة مؤكدة من جدري القردة في المملكة المتحدة شددت شرطة العاصمة اليابانية توكيو من الإجراءات الأمنية ووضعت قواتها في حالة تأهب قصوى وذلك بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لليابان وتعتزم الشرطة اتخاذ إجراءات شاملة أثناء إقامة بايدن في البلاد لمنع الهجمات الإرهابية وسيشمل ذلك دوريات الكشف عن المتفجرات وتأهب فرق الاستكابة للطوارئ بالإضافة إلى تعطيل حركة المرور على الطرق المستخدمة أثناء جوالات بايدن وانتشار فرق التفتيش قال رئيس الوزراء الهندية نارين دارا مودي إن قمة التحالف الربعي كواد التي سيشارك فيها مع زعماء اليابان والولايات المتحدة والاستراليا في اليابان ستتيح الفرصة لبحث العديد من المبادرات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وأضف مودي أنه سيعقد اجتماع تنائي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن لبحث سبل تدعيم العلاقات متعددة الجوانب بين الهند والولايات المتحدة كما أكد رئيس الوزراء الهندي أنه سيلتقي خلال القمة أيضا مع رئيس الوزراء الأسترالي الجديد الذي سيشارك في القمة الربعية كواد للمرة الأولى ترجمة نانسي قنقر وإلى أستراليا حيث يؤدي زعيم حزب العمال أنتوني ألبانيسي اليمين رئيسا للوزراء غدا لاثنين مع أربعة من كبار أعضاء الحزب من المقرر أن يتوجه ألبانيسي إلى توكيو وذلك لحضور قمة مجموعة الحوار الأمني الربعي يوم الثلاثاء مع رئيس الأمريكي جو بايدن ورئيسي وزراء اليابان والهند هذا وسيكون ألبانيسي رئيس الوزراء الحادي والثلاثين في تاريخ أستراليا وصل المستشعر الألماني أولف شولتس اليوم إلى سنغال في مستهل أول جولة إفريقية له منذ توليه لمهام منصبه تستمر جولة شولتس ثلاثة أيام يزور خلالها أيضا النيجر وجنوب إفريقيا ومن المقرر أن يبحث المستشعر الألماني في سنغال تعزيز التعاون بين البلدين في مجال توفير احتياجات الغاز أعلنت القوات المسلحة الأردنية مقتل أربعة مهربين للمواد المخدرة خلال عملية نوعية على الحدود مع سوريا بينما فر آخرون إلى العمق السوري وأضاف بيان للقوات المسلحة الأردنية أن المداهمات أصفرت عن ضبط كميات كبيرة من المخدرات تنوعت بين مخدر الحشيش وأكثر من مليون قرص من العققير المخدرة وأضافت القوات المسلحة الأردنية أن العملية تأتي في إطار الخطة الأمنية التي تنفذها القيادة العامة للمحافظة على أمن واستقرار حدود المملكة ومنع العبث بالأمن الوطني الأردنية نتحول إلى العراق حيث أعلنت خلية الإعلام الأمني مقتل ثلاثة إرهابيين خلال ضربة جوية في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد كما أشارت خلية الإعلام الأمني إلى أنه تم القبض على 21 إرهابيا خلال مداهمات في أربع محافظات من بينهم أحد المسؤولين عن تفجير الأنابيب النفطية وتمت إحالتهم جميعا إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم أكد رئيس إقليم كردستان العراق أن حماية سيادة العراق تصب في مصلحة كل مواطن وأضاف نايجرفان بارازاني أن حماية إقليم كردستان العراق كجزء من الدولة العراقية موضع اهتمام عند كل عراقي وعند كل مؤسسات الدولة العراقية وينظر إليها كواجب مشترك مشددا على أن تطبيع أوضاع المناطق المتنازع عليها بات أمرا ضروريا نتحول إلى الملف اليمني حيث دعى الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبد المجلي الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه رفض وتحدي قوات الحوثي للهدنة الأممية أوضح أن قوات الحوثي ما زالت مستمرة في تصعيدها بقصف المدن المقتضة بالسكان والنازحين في تعز ومأرب بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية مشيرا إلى أن قوات الحوثي قد ارتكبت 4276 خرقا منذ بداية الهدنة الأممية في جميع جبهات ومحاور القتال أكد وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين دعم بلاده القوي للهدنة في اليمن والتي ندج عنها استئناف الرحلات الجوية التجارية من صنعاء واستيراد الوقود المنتظم عبر محافظة الحديدة وشدد وزير الخارجية الأمريكي خلال استقباله لنائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان السعود في واشنطن شدد على الحاجة إلى تحسين الوصول بشكل عاجل إلى محافظة تعز ومدن أخرى على خطوط الصراع الأمامية في اليمن هذا وناقش الجانبان تعاون الثنائي بين البلدين في المجالات العسكرية إضافة إلى تطورات الأزمة الأوكرانية وتدعياتها على أسواق الطاقة العالمية أكد البتريارك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن الانتخابات النيابية الأخيرة قد أعطت المواطنين أملاً بحدوث تغيير إيجابي من شأنه أن يشجع المجتمع الدولي على مساعدة لبنان أضاف البتريارك الماروني خلال قداس الأحد بالصرح البترياركي أن اللبنانيين قد اختاروا مجلساً نيابياً جديداً يمثل مختلفة لاتجاهات السياسية في البلاد نشكر الله معكم على أن اللبنانيين اقترعوا واختاروا مجلساً نيابياً جديداً يمثل مختلف الاتجاهات السياسية الموجودة في لبنان وبلاد الانتشار فأدت هذه الانتخابات إلى مناخ وطني جديد أعطى المواطنين جرعة أمل بحصول تغيير إيجابي ووطني من شأنه أن يشجع المجتمع الدولي بما فيه العربي على مساعدة لبنان جدياً لا رمزياً على الخروج من ضائقته الاقتصادية ومن أسمته الوجودية عقد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي اجتماعاً مع المحافظين عبر الفيديو كونفرنس وذلك لمتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية للبدء في تجهيز أسواق كبيرة لبيع السلع الأساسية بسعر الجملة بهدف السيطرة على ارتفاع الأسعار وأكد شعراوي خلال الاجتماع على أهمية الانتهاء من حصر التجمعات الريفية التي لا تتوفر فيها شبكات الصرف الصحي وبسرعة إنهاء مشروعات الأسواق والمواقف ونقاط الإطفاء بإجمالي 514 مشروعاً والتي يتم تنفيذها من خلال المحافظات باستثمارات نحو 1.9 مليار جنيه نظمت مديرية شؤون الصحية بالبحر الأحمر قافلة طبية بالوحدة الصحية بأم الحويطات التابعة لإدارة سفاجة الصحية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة قال منسق القوافل الطبية بالبحر الأحمر وسيم أدويرد إن القافلة قد قامت بتوقيع الكشف وصرف العلاق في مختلف التخصصات الطبية وتم إجراء جميع الكشفات والفحوصات وصرف العلاق بالمجان وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر خدمة الطبية بتشمل خدمة العيادة عن طريق وجود أخصائيين واستشاريين أطباء كبار في جميع التخصصات كبطنة كعظام كجراحة كمسالك كأطفال كأنفو أذن إلخ إلخ عن طريق أن أنا بوفر لهم الأشاعات والتحاليل المتاحة في كل حاجة بعد كده بيأتي بصرف المريض العلاق بتاعه وكل الخدمات الطبية مقدمة بالمجان مش بس كده لا إحنا بنوفر خدمة الكشف المبكر على الأمراض المزمنة العيادات عندنا هنا فيه طبعا مختلف التخصصات أنا هتكلم على التخصص بتاعنا بالنسبة لي عندنا هنا العيادة المتنقلة بتاعتنا عيادة تنظيم الأسرة عندنا بتقدم كل خدمات تنظيم الأسرة كل الوسائل بتتقدم بالمجانة عندنا كمان فيه كشف بالسنار بنعمل متابعات الحمل ومتابعات للأم والجنين أثناء طول فترة الحمل وبنحافظ على صحيحها وعندنا طبعا في القوافل هنا عندنا السيدالية بتاعتنا بتكشف لها بتدينا كل الفيتامينز اللي بتحتاجها الأم الحامل أثناء فترة الحمل بالإضافة للوسائل بتاعها وكمان أحب أضيف حاليا إحنا ضفنا اللولاب الهرموني وده من قاعد أحدث الوسائل اللي ضفت عندنا في كافتارية الوسائل ومنفرينه في جميع الإدارات اللي عندنا في المحافظة فهنا نجد مكان في كل محافظة بالنسبة للمدينة السفاجة ومنفرينه في وحدة السفاجة لو الهرموني ده طبعا من أحدث وأغلى الوسائل الموجودة أشهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالزخم الذي تشهده العلاقات المصرية البرازيلية في الفترة الأخيرة مؤكدا دعم الحكومة لكل الجهود التي تستهدف الارتقاء بالعلاقات مع البرازيل إلى مستوى الشراكة الاقتصادية جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء أمين عام اتحاد الغرف التجارية العربية ورئيس غرفة التجارة العربية البرازيلية شهد اللقاء استعراض جوانب العلاقات المتنامية بين البرازيل والدول العربية حيث يحتل الاقتصاد البرازيلي المرتبة السابعة على مستوى العالم وتعد مصر ثالث أكبر شريك تجاري للبرازيل في المنطقة العربية كما شهد اللقاء أيضا تسلم رئيس الوزراء دعوى للمشاركة في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العربي البرازيلي المقرر عقده في مدينة ساو باولو في يوليو القادم نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء الزام المواطنين بتسجيل رقم هاتف تابع لشركة محمول بعينها كشارت لتحديث بيانات بطاقات التموين وشددت وزارة التموين والتجارة الداخلية على أن عملية تحديث بيانات البطاقة التموينية توتيح التسجيل لكافة أرقام الهواتف التابعة لأي شركة محمول عاملة في مصر شرط أن يكون رقم الهاتف مسجلا باسم رب الأسرة في البطاقة المراد تحديث بياناتها كما أشارت الوزارة إلى أنه تم مد فترة تسجيل أرقام الهواتف المحمولة حتى الثلاثين من يونيو 2022 وذلك بهدف منع التكادم احتفلت إدارة الموسيقات العسكرية بانتهاء الدورة التدريبية لعدد من الدارسين بالمعهد العالي للموسيقى العربية والمعهد العالي للموسيقى الكونسرفتوار بأكاديمية الفنون بدأت الاحتفالية بفيلم تسجيلي قصير عن إدارة الموسيقات العسكرية والدورة التدريبية التي تم تنظيمها وتضمنت الاحتفالية تكريم عدد من المتميزين وتبادل الدروعة في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائز الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد أصفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية نتابع جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أصفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 505 عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق 20 مدرية أمنة والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سرقة سلاح مخدرات قتل وضبط معهم 317 قطع السلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة وفي مجال استهداف البعر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات ضمياط وبرسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية تم ضبط 57 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 1239 قطع السلاح ناري أبرزها مائة وثلاث وخمسون بندقية ومائة واثنى عشر بندقية ألية وواحد وخمسون مسدسا وتسعمائة وثلاثة وعشرون فرد محل الصنع وكمية من الطلقات مختلفة العيرة ومائة وخمس وثلاثون خزينة إضافة لألف وثلاثمائة وأربع وتسعين قطع السلاح أبيض وترسيخا لمبدأ سيادة القانون نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ خمسمائة وثمانية وثمانين ألفا ومائة وسبعة وعشرين حكما قضائيا من بينهم ألفان وأربعمائة وثلاثة حكم جنايا ماتان وثمانية ألف وستة وثمانون حكم حبسة ماتان وستة وتسعون ألفا ومائتان وسبعين حكم غرامة واحد وثمانون ألفا وسلاثمائة وثمانية وستون حكم مخالفة وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط خمسة عشر تشكيلا عصبيا ضموا سمانية وخمسين متهما قاموا بارتكاب خمسة وثمانين حادث سرقة متنوع وتم كشف غموذ سنين وثمانين حادث ما بين قتل عمد سرقة بالإكراه حريق عمد انتحال صفا وضبط مرتكبها بإجمالي مائة وثنين وسنسين متهما كما تم إعادة سبع عشر سيارة مبلغ بسرقتها وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط ألف وخمسمائة وسبع واربعين قضية إدجار في المواد المخدرة من بينها أكثر من مائة وسلاسة وسلسون كيلو جرام من مخدر الحشيش وقرابة خمسمائة واربعة وعشرين كيلو جرام من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهروين أكثر من خمسة وستين كيلو جرام إضافة إلى قرابة أربعة عشر كيلو جرام من مخدر الاستروكس وعدد سبعة عشر ألفا وسمانمائة وواحد وخمسين قرص مؤثر واربعة ألاف ومائتين وسبعين قرص ترامدون مخدر هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي اثنين وعشرين مليون جنيه تقريبا كما تم ضبط ستة مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان وتم ضبط قضية غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة اثنين وستين مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي تمكنت الداخلية خلال أربع وعشرين ساعة من ضبط ثلاثمائة وثماني قضايا تموينية بمضبوطات بلغت قرابة اثنين وثلاثين طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة أربعة عشر طن أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط ما يقرب من ثمانية أطنان وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط ثلاثمائة وثماني وثمانين قضية من بينها ست وسبعون قضية خبز ناقص الوزن ومائة وعشر قضايا خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتدول القمح المحلي تم ضبط خمس قضايا بمضبطات بلغت أكثر من أربعة وثلاثين ونصف طن أقماح محلية أعربت الكنيسة القبطية الأرض الزوكسية برئاسة البابا توادرس الثاني بابا الإسكندرية باتريارك الكرازة المرقصية عن شكرها العميق للرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك لاستقباله رؤساء وممثلي كنائس الشرق الأوسط من مختلف الدول وأكدت الكنيسة الأرض الزوكسية أن اللقاء كان له صدى واسع لدى جميع الوفود وممثلي الكنائس كما تقدمت الكنيسة بخالص الشكر لجميع الوزرات والمؤسسات الحكومية لدورها الكبير في تسهيل استخراج تأشيرات دخول مصر لجميع الوفود المشاركة في العقاد الجمعية العامة وإلى البرصة المصرية حيث تباين أداء مؤشرات البرصة بختام تعاملات جلسة اليوم أولى جلسات الأسبوع ربح رأس المال السوقي 3.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 687.524 مليار جنيه أما على صعيد المؤشرات فقد تراجع مؤشر EGX30 بنسبة 83 من 100% ليغلق عند مستوى 10462 نقطة فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 49 من 100% ليغلق عند مستوى 1841 نقطة وصعد مؤشر EGX100 بنسبة 11 من 100% ليغلق عند مستوى 2771 نقطة للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف سيد حسام عيد خبير أسواق المال سيد حسام بعد تحية تقييمك لأداء البرصة اليوم حسام عيدنا بجلسة النهاردة شكرا في المؤشر في سيرتي أغلق بجلسة أحباز اليوم في المنطقة الحمراء بقبود قدره 87 نقطة بعد أن فقد من مكاسبه الصباحية وده كان مدفوع بعمليات بيع من قبل المؤسسات المالية المصرية والعربية بالأسفل القيادية الأمر الذي انعكس سلبا على أداء المؤشر بنهاية التداولات وطبعاً ده كان ناتج عن انقفاض نسبة شركة أو مساهمة المؤسسات المالية في جلسة اليوم التي سجلت حوالي 17 مئة من قيمة التداولات اليوم وكان أغلب الأفراد هم اللي كانوا مسيطرين على أداء الجلسة والتداولات في جلسة اليوم وده للأمر اللي عكس إجاباً على أداء المؤشر السرعيني مؤشر الأسفل الصغير عن متوسطة الـ GX70 وقدر أنه استقرر بالمنطقة الخضراء بنهاية التداولات من صعود قدره تسعى من قدره محافظاً على مستوى الدعم الرئيسي وهو الـ iPhone 200 نعم أبرز القطاعات الرابحة خلال التعاملات وأسباب الصعود من وجهة نظرك وكذلك أيضاً في المقابل القطاعات المتراجعة يعني كان أنشط القطاعات في جلسة المهاردة قطاع العقارات وهو دايماً بيتصدر قائمة الأنشط القطاعات ويأتي بالمرتبة الثانية قطاع الخدمات المالية الغير المصرفية وأعتقد أن القطاعين دائماً بيتصدروا قائمة أنشط القطاعات بالبورصة المصرية ودائماً بيستحوزوا على نسبة كبيرة من التداولات وبنتبع أن في حركة دخول وقتح مراكز مالية من قبل المؤسسات المالية وهزين القطاعين عند مستوىات الدعم الرئيسية وأعتقد أنه كان فيه النهاردة كان فيه انخفاض فيه قيم وأحجام التداول والتي سجلت حوالي 372 مليون جنيه وهو الأدنى منذ داية العام وأعتقد أن المؤسسات المالية تنتظر اختبار مستوى الدعم الرئيسي المؤشر الرئيسي وهو العشرة أفو ربعمية ثم معاودة فتح المراكز المالية وضخ السميل المالية للأسف المقادية وخاصة القطاع العقارات وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية وقطاع المصرفة وقطاع البنوك أعتقد أنهم دايماً بتصدروا قائمة أنشط القطاعات بالبورصة المصرية هم مستهدفين من قبل المؤسسات المالية نظر عن قوة أداء الشركات المقادة بفطاعات مالية وتستطيع وتنجح الفطاعات في تحقيق نسب نمو مرتفعة ومستهدفات سعرية مرتفعة أشكرك جزيل الشكر سيد حسام عيد خبير أسواق المال شكراً جزيلاً على هذه المشاركة وصلنا إلى ختام نشرة الثالثة ولا يتبقى سوى تذكير بأهم ما جاء بها من أنباء تواصل القصف الروسي على خاركيف والبرلمان الأوكراني ومدد الأحكام العرفية وحالة التعبئة العامة قلق عالمي إذا ارتفع معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة الرئيس الأمريكي جو بايدن يصل اليابان للمشاركة في اجتماع التحالف الربعي كوات وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا تحية لكم وإلى لقاء ترجمة نانسي قنقر